للعراق قصة تحترق فيها أرواح الناس مع استقبال كل موسم صيف جديد وتحترق فيها ورقة الاكتفاء الذاتي لصرخات ونداءات يطلقها مزارع البلاد بعد تكرار فصول الحرائق لحصاد الحنطة في كل موسم جديد في أكثر من قضاء اندلعت ثمان حرائق في الفترة الأخيرة وقبلها في حقول الحنطة في ثلاث مدن بعد أسبوع واحد من إعلان وزارة الزراعة حول إمكانية الوصول للاكتفاء ذاتي الفاعل مجهول لكن الأسباب معلومة إذ يؤكد خبراء في قطاع الزراعة أن جهات تقف خلف إشعال شرارة تلك الحرائق بعضها بيد النفوذ وبعضها الآخر استهداف لإنتاج العراق الوطني عشرات الدنومات الخاصة بزراعة الحنطة التهمها الحريق في النجف وقبلها في صلاح الدين وعلى الرغم من تصريحات الطمأن التي أطلقتها وزارة الزراعة حول صغر المساحة المحترقة إلا أنها بداية يحذر مزارعون من استمرارها كما يحدث في كل صيف أسباب أخرى يقول خبراء أنها تعود للجفاف الذي أكل مساحات واسعة في البلاد ما يسهم في أن تسهل عملية اشتعال المخاصير والأشجار تزامنا مع حرارة الشمس المرتفعة وهو ما يضاف إلى تصريحات دولية حول أن فصل الصيف الحالي والفصول المقبلة ستكون الأشد حرارة ما يضع الأهالي الذين يتعاملون مع إلواح ساندويتش بانيل سهلة الاحتراق ومع أراضي زراعية تحت خطر الإصابات وفي بعض الأحيان خسارات الأرواح والممتلكات وهو ما يدعو له مختصون بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة ووضع رقابة حكومية لكيفية إنشاء تلك المواد القابلة للاشتعال بسهولة سبب آخر يقول ناشطون أنه يعود لجماعات إرهابية وأخرى تعمل لنفوذ خارجي تقوم بحرق المزارع في حال رفض الأهالي تسليم الأتوات وفقا لتعبيرهم ترجمة نانسي قنقر